من الحاجات اللي عملتلي رعب أنا شخصياً حاجة سمعتها ولسه بسأل هو ده حديث ولا إيه فضلت الشيخ والحياة الحمد لله هو ما طلعش حديث إنما هي حاجة يعني فضلت بتطردني في أحلاني وفي يعني إيه في اللواعي كده إنه الصلاة لو مش مظبوطة بتتلف كده زي تتلف في قماشة أو تتلف في حاجة وتتحدث في وش العبد في يوم القيامة فالموضوع ده فضل مسبب لي يروع بطول عمري وفكرة إنه الواحد ممكن يسه جوه الصلاة يعني أو ينسى أو يعني دماغه تبقى مشغولة بحاجة ويفوق فيجاهد نفسه مسبب لي ألأ رهيب وإنه يعني يا ترى بنا سبحانه وتعالى إيه بالصلاة دي ولا مقبلهاش يعني طبعا فيه جهاد طول ما إحنا عايشين علشان نقدر نحافظ على الصلاوات الخمس في أوقاتها على وقتها وجهاد إننا كمان نصلي معاها النوافل وجهاد إننا جوه الصلاة نبقى يعني إيه بيقولك ألرت يعني إيه مصح صح كده وما فيش ركعة تعدي والحقيقة إنه ده مش دايما بيحصل يعني المشاغل والدنيا بتخلي الواحد شوية فوق وشوية تحت ممكن يقع في السكة فطول الوقت دي أكبر رعب يعني في حياتي إنه الواحد بيكل حلال مثلا أو الواحد ماشي جنب الحيط أو الواحد مش عارفة إيه حاجات كده بس الصلاة دي أول حاجة من تسئل عنها فلو صالوا حط فالحمد لله عدينا طب لو فسدت الصلاة أو لو مجموعة الصلاوات اللي الواحد صلاة اتحسب منه جزء وما تحسبش منه أجزاء مثلا أو كده هنتعامل معها إزاي إحنا النهاردة عايزين نفهم الصلاوات بقى حلقة خاصة ومخصصة عن يعني كيفية قبول الصلاة وأول ما يسأل المرء عنها في يوم القيامة أو يوم الحساب هي الصلاة وبالتالي لازم نفرد لها حلقة أو أكثر من حلقة مع فضلت الشيخ أحمد الصنباغذة حضرتك أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاين وصلى على الحبيب اللهم وصلي وسلم وبارك على سيدنا النبي المبارك نقود حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتين يا فندم أول ما يحاسب عليهم العبد يوم القيامة حاجة خاصة بالخلق وحاجة خاصة بالخالق حاجة من حقوق الله وحاجة من حقوق العبادة حقوق الله أول شيء يحاسب عليه العبادة يوم القيامة من حقوق الله من هي حقوق الله العبادة عبارة عن الصلاة والصيام والحج والتطوع وقيام الليل وقراءة القرآن خير أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الله هي الصلاة وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق العباد أو حقوق الناس الدماء نجيب الحديث بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد من عمله خدوا بالكم من كلمة من عمله يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح بص الجمال فإن صلحت خد فيها مية في المية فقد أصلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن كان فيها نقص قال الله لملائكته وهو أعلى وأعلم يا ملائكتي انظروا هل لعبدي من تطوع هل له من نوافل هل له من سنن فإن كان له من سنن قال الله لملائكته خذوا من التطوع وأكملوا له النقص الذي هو في الفريضة ثم قال صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر الأعمال من كرم الله يوم القيامة يا فندم أنه عمل لنا رصيد على جنب عمل لنا ستيبن عارف العربية لما يبقى فيها البنزين يخلص بيقوله إيه في حاجة كده ستيبن أو حاجة كده احتياطي أيوه كلمة احتياط عايزة أجيبها دي بقى في حاجة ربنا عملها لنا يوم القيامة في الحسنات اسمها رصيد احتياطي الرصيد الاحتياطي ده نسحب منه أمتي يا فندم أيوه لما الدنيا تقفل رصيد احتياطي في الصلاة لو الصلاة فيها فساد أو فيها خلل خد بالك بقى اللي أنا عايز أوصله للناس سواء خلل في الكم والعدد يعني صليت عندي مثلاً مئة صلاة صليت تسعين وفضل عشرة ياخد من ياخد من ده أو سواء نقص في الموضوع يعني في الخشوع في التقصير في الصلاة نفسها سواء ده أو ده فياخد من السنن طب واحد ده فيه مشكلة عنده في الزكاة ياخد من الصدقات شفت الكرم يعني أنا لسه كنت هسأل حضرتك فيه ناس يقولك إيه ده باب الريان الناس اللي بتحب تصوم كتير فيه ناس بيبقى محبب لهم يعني فيه ناس يحبوا أو الذكر تمام فيه ناس الصدقات يعملوها أكتر مثلاً وهم في الصدقات هيلين جداً يطلعوا لألفة بس مثلاً ممكن في الخشوع في الصلاة أو في النوافل يبقوا مثلاً إيه نمر عشرة فهل ما ربنا ممكن يكمل ده بدا ولا الصلاة نكملها بصلاة أيوة الصلاة تكمل بصلاة ما ياخدش من الصدقات والذكاة تكمل بالصدقة تمام والحج يكمل بالعمرة ويكمل كل هذا ركزي بقى كل هذا يكتمل بإيه بقى بإيه اللي عنده خلل في كله وما عندهش حاجة مفاجأة عارفة إيه بحسن الأخلاق الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يصل بحسن خلقه درجة الصائم القائم ترجمة نانسي قنقر